موسكو صراع الجبابرة من المواجهات الى التحالفات الى الحرب الباردة بين قطبي العالم المصالح هي من تسير دفة الصراع الصراع يتأزم تظهر الحلول تارة وتخبو اخرى انهم الولايات المتحدة الامريكية وروسيا الاتحادية بالتأكيد السنوات تمر والصراع يحتدم وهذه المرة اقترب الكاوبوي الغربي من كهف الدب القطبي عبر بوابة كانت حتى عهد قريب ززءا من محميته انها اوكرانيا اقرب البوابات التي تسعى واشنطن من خلالها الى التحكم بقرار موسكو فواشنطن تدعم موالين لها لادارة اوكرانيا وموسكو تدعم موالين لها يعارضون ادارة البلاد صراع من اجل النفوذ والسيطرة المتصارعان يختلفان في كل شيء في السياسة والاساليب والرؤى والقيم ولا يجمعهما الا البراغماتية وهي الغاية لكيليهما اما الوسيلة فهي بالتأكيد كييف الرئيس الوكراني فولودمير زيلنسكي الموالي لواشنطن والمغضوب عليه روسيا قال ان الرئيس الاميركي جو بايدن اكد دعمه لأوكرانيا مشيدا بشراكة كييف مع واشنطن والتي وصفها بانها حاسمة الرد الروسي جاء على لسان نائب وزير خارجيتها سيرجي ريابوكوف حين قال ان موسكو تحذر واشنطن من عواقب سلوك كييف الاستفزازي بدوره قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية نييد برايس سنكون قلقين من اية محاولة من جانب الاتحاد الروسي للترويع جيرانه وشركائنا ومن بينهم اوكرانيا بالطبع الى ذلك قال وزير الخارجية الاوكراني ديمترو كوليبا ان التصعيد الحالي من قبل الاتحاد الروسي منهجي والاكبر في السنوات الاخيرة ويبقى اللوم في تصاعد العنف بين القوات الحكومية الاوكرانية والانفصاليين المدعومين من الكريملين في شرقي اوكرانيا ككرة بين مضربي موسكو وواشنطن يقوض وقف اطلاق النار وبينما يحتدم صراع واشنطن وموسكو يسير قطار الامر لدى الاوكرانيين بغد افضل ببطء شديد على سكك يعتقد البعض انها مفخخة وقد تنفجر في اية لحظة